السلام عليكم او اس اندرويد ويندوز ماك لينكس بعد ما نزلت اوبسيديان ده هيكون شكله وده شكل اوبسيديان بعد ما انا نزلته بتعامل معه والفولد ده اكنه بتاعك يعني ممكن تعمل اكتر من فولد كل فولد منهم ممكن تعمل فيه فولدرز بتقسمها فيه صور كمان ممكن تعمل لها الفولد ده اللي انا سميته ممكن تعمل فولد تاني وتسميه مسلا لايف بحيس ان انت كل حاجة متعلقة بحياتك غير الشغل تكتب بتاعتك فيها في هنا تعمل وتقوله كمان يكون موجود في انهي مكان عندك على حس ان انت كمان الملفات تكون عندك تقدر ان انت تنقلها من مكان لمكان وعنده كمان يعمل بين الملفات وبعضها لو انت شغال على اكتر من بلاتفور انا عندي هنا مسلا فيه فيها الصور عندي هنا اللي انا ممكن اكون شغال فيها هنا الكورسات اللي انا بتعلمها طبعا انا لسه بقى لي اسبوع بس بس عايز اقوليكم ان انت ممكن تجمع المعلومات في مكان واحد لو طلع زيان على اليمين انا حتى بكتب السكريبت اللي انا عايز اقوله هنا مسلا الاسبوع الاولاني من الكورس انا حطيت له ملاف البي دي اف قلت له يكتب لي الخلاصة باخده بحطه هنا هنا لو في اسئلة باخد منها بحطه عندي هنا واجمعها في مكان واحد هنا نفس الكلام الكوز التاني مسلا وهنا دي الديلي نوتس كل يوم عايز اعمل ايه الايدياز اللي طلعت في دماغي الحاجات اللي عجبتني الحاجات اللي دقيقتني او ما عملتاش كويس في اليوم ده بحضر هنا لو في عجبتني او انا عايز اكتبها هنا الابليكيشنز اللي انا عملتها او لسه هعملها وهنا البودكاست هنا المصادر مسلا لو عجبني مصدر بكتب لي ار ايل هنا اليوتيوب مسلا انا مقسمها الابس الى الامز مسلا سورة بقيت اكتب هنا السكريبت اللي اول كنت باكتبها في الورد لقيت ان انا جمع هنا في مكان واحد هيكون احسن وهنا مسلا جزء من السكريبت اللي انا كنت عايز اكتبه او نعمله عن صورة مجرد بكتب البداية بتجمع شوية افكار حكتب ايه مسلا واستخدامات مسلا صورة اللي ممكن انا اولى وهكزا فالميزة هنا في ان هو بسيط كل الكلام عبارة عن ممكن تجمع صور تحطوه جواه كل شغل بتاعك بتجمع هنا على الشمال كان نفسي الفيتشر دي تكون موجودة وهنا اللي انا منزلها من اجماله مسلا البلاجن ده اسمه عن طريقة تقدر ترسم الافكار بتاعتك وسهل جدا في الاستخدام بتاير ناس بتستخدمها في الفيديوهات لو جيت على هنا مينيو ساتنجز حتيها عندك هنا الكور بلاجنز والساتنجز بتاعتها كلها ودي طبعا عبارة عن بحر من بتعمل هنا براوز دي البلاجنز الممكن تنزلها ده مسلا كامبن نكون شاكله كده بالمنظر ده بتعمل له انابل بعد كده بتختار بتاعته تتحكم انت في كل حاجة الصراحة البلاجنز بتاعته يعني هتعجبك جدا منها كمان الايكونز دي اسمه ايكونايز هتلاقي في فيديوهات كتير بتكلم على البلاجنز دي نظرة سريعة عن انت ممكن تجمع فيها كل افكارك وكل المصادر بتاعتك في مكان واحد جربوا تنزلوا وتستعملوها ويقولوا لي رأيكم فيها اشوفكم الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته